موسيقى سقوط مناطق ذناعم والعود في يد ميليشي الحوثي خلال أيام أين الجيش الوطني من هذه المعركة؟ في ففرت رئيس هادي وقادة الجيش بمناطق دافعت عن رمزية الدولة لأربع سنوات وتركوها دون دعم موسيقى أهلا بكم استطعت ميليشي الحوثي التقدم في مناطق عدة تابعة للحكومة وإسقاطها بعد أن كانت عصية عليها لأربع سنوات وقالت مصادر ميداني أن ميليشي الحوثي اشتاحت مناطق ذناعم في البيضاء والعود في الضالع وإب إذن تطرق الميليشيا أبواب الجنوب مجددا وسط غياب كل للجيش الوطني والشرعية والتحالف واحتجاجا على هذا الغياب قدم قائد شرطة البيضاء العميد روكن أحمد علي محمد الحميقاني استقالته من منصبه في بيان يختصر قصة القهر والخذلاء أين الرئيس هادي ونائبه محسن والمقدشي من كل ما يحصل أين البرلمان الذي ذهب لقضاء إجازة الرمضانية في الرياض والقاهرة قبلها بشهر وأين الرياض وأبو ظبي التي انتقلان أنهما تدخلتا ضد الانقلاب تقاوم منذ أربع سنوات واليوم تعلن نفاد مخزون الصمود الذاتي إنها ذي ناعم في محافظة البيضاء في ظل غياب الدعم لا يمكن لأحد أن يصمد إلى الأبد وهذا ما حصل في ذي ناعم كسر هؤلاء الرجال بمجهودات منذ ذاتية والقبالية شوكة الحوثيين منذ الانقلاب استطاعوا منع الحوثيين وقد اصبحوا جيشا بعتاد دولة من التقدم باتجاه المناطق الجنوبية لكنهم قبلوا بالتجاهل والخذلان الطويل من قبل الشرعية والتحالف الأمر ذاته حدث قبل أيام في منطقة العود بين محافظة إيب والضالع حيث سيطرت ميليشي الحوثي على سلسلة جبال استراتيجية بعد مقاومة لسنوات خاضها أبناء المنطقة إذن الحوثيون على أبواب الجنوب مجدداً فيما جيش الحكومة الشرعية غائب عن المشهد الميداني الأمر الذي يضع علامات الاستفهام لماذا تفرط الشرعية بمناطقها المحررة وتخسر حواضر دافعت عن الدولة ورمزيتها لسنوات وبجهود معظمها ذاتية سرعة سقوط هذه المناطق بيد ميليشي الحوثي في أكثر من محافظة خلال أيام قليلة يبدو أمراً مثيراً للتساؤل أين هي قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان؟ وما هي المهام التي تقوم بها الألوية التي يفترض أنها في تلك المناطق؟ منذ اتفاق السويد الذي يسوقه المجتمع الدولي والإقليمي على أنه الحل السياسي الوحيد للأزمة اليمنية أقدم الحوثيون على اشتياح مناطق حجور والعود وذي ناعم وقاموا بارتكاب أبشع الجرائم بحق معارضهم وحق المدنيين في تلك المناطق في مشاريع تتفرج عن المشهد أو تصعد بتصريحات قوية إذا لزم الأمر فما الذي بإمكان اتفاق السويد تجنبه؟ إذا كان الحوثيون لتتوقف مدافعهم في جميع الجبهات في ظل الاتفاق ومع كل انتكاسة على الأرض يقف الرئيس ونائبه وقيادة الجيش والتحالف موقف المساءلة أمام اليمنيين ويوماً ما سيكون المقام مقام المساءلة والمحاسبة معاً إذا أراد الشعب والتأريف إذا المشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا مدير عام الإعلام بالبيضاء الأستاذ عارف العمري وهو عبر الأقمار الاصطناعية من عدن كما سينضمعه آخرون عبر الهاتف مساء الخير أستاذ عارف مساء النور أهلا بك نود بداية منك أن تطلعنا على آخر المساجدات في البيضاء في البداية شكراً لقناة بلقيس وشكراً لكل القنوات الخاصة والأهلية التي تتبنى قضايا المقاومة ولا عزاء لنا في الإعلام الرسمي الذي تجاهل ويتجاهل بشكل مستمر ما يحدث في محافظة البيضاء ونحن على اتصال بشكل مستمر مع كل القيادات في وزارة الإعلام ولكنهم يهمشوا بشكل متعمد قضايا محافظة البيضاء وما يدور في محافظة البيضاء وهذا لم يكن يعني مقتصراً على وزارة الإعلام وحدها بل على المؤسسة العسكرية وعلى قيادة الدولة الذي نعول عليها في هذا الظرف أن تتحرك وأن تعمل شيء لإخراج الحوذيين من محافظة البيضاء ولكن في المرحلة الأخيرة نتمنى عليهم أن يعملوا شيء للحفاظ على جبهات محافظة البيضاء التي تقاوم منذ 1500 يوم يعني منذ 2014 وحتى اليوم الحوذيون تقدموا في مديري الذيناء عدوا عدتهم لمدة شهر كامل الجميع يعرف ذلك في التحالف في الحكومة الشرعية يعني تقدموا بدباباتهم بمدرعاتهم الكل يعرف ذلك الجميع في المقاومة خاطب الجهات المختصة ولكن لم تحرك ساكنة وبالتالي قيادة المقاومة في جبهة ذي ناعم قاوموا بكل ما يملكونه بأسلحتهم الشخصية والتي هي عبارة على الكلاشنكوف والار بي جي في أحسن الأحوال ولكن هناك عدم تكافؤ بين القوة الموجودة على الأرض سواء من حيث الآليات أو من حيث البشر الحوذي يمتلك أربع دبابات يمتلك ما يقارب خمس عربات بي ام يمتلك رشاشات ثلاثة وعشرين حشد ما يقارب ألف وخمسمائة مقاتل لاجتياح جبل حلموس في مديرية ذي ناعم والمقاومون لا يوجد معهم إلا أسلحتهم الخفيفة التي يقاومون بها صمدوا وأستشهد القائد الميداني العميد محمد سالم الصومعي في مديرية ذي ناعم وأستشهد قائد جبل حلموس إبراهيم شعوى وسقط أيضا من قبيلة آل حميقان شهيد وشهيد آخر من آل المظفرية وبالتالي قاتل هؤلاء الأبطال حتى نفذت ذخيرتهم وحتى استشهد قادتهم وسلموا للأمر الواقع الذي هو سيطرة الحوذيين على جبل حلموس ومنها طبعا التقدم باتجاه مديرية آل حميقان وتحديدا بمنطقة الناصفة والمعارك أمس واليوم تدور في هذه المنطقة بين قبائل آل حميقان ومعهم بعض من أبناء محافظة البيضاء وبين الحوذيين وهم حاليا يناشدون التحالف العربي ويناشدون الشرعية يناشدون وزير الدفاع يناشدون هيئة الأركان العامة أن يتحركوا أن يتخذوا شيئا أن يمدوهم بالسلاح أن يمدوهم بالذخيرة اللازمة للمواجهة أما هم فهم صامدون في مواقعهم وصامدون في أماكنهم وهم أمام خيارين لا ثالث لهم إما النصر وحماية أرضهم وليارهم وإما الشهادة وهذه ما يريدونها أيضا إن لم يتحقق النصر نعم إذن يعني بداية النود أيضا أن تعرفنا على الأهمية الاستراتيجية التي تمثل هذه ناعم بالنسبة لخارطة البيضاء ولخارطة الصراع أيضا ما يحدها من مناطق حتى يعني نجد هذا الإصرار الكبير من الحسين لإسقاطها مديرية ذي ناعم ومثلها مديرية الزاهر ومديرية الصومعة ومديرية قيفة هذه مناطق تمثل للشرعية أولا ولأبناء البيضاء ثانيا أنها جبهات مقاومة صمدت أكثر مما لم تصمد أي جبهة أخرى في الجمهورية فلا يوجد جبهة في الجمهورية في الجمهورية اليمنية بأكملها صمدت لمدة ألف وخمسمائة يوم إلا جبهات البيضاء ومنها جبهة ذي ناعم وجبهة الزاهر وجبهة مكيراس وعفوا وجبهة الصومعة وجبهات قيفة وبالتالي هذه أولا تمثل قيمة قتالية بالنسبة للشرعية ولكن الشرعية للأسف أحملت هذه القيمة التي كان يجب عليها أن تحافظ هذا أولا ثانيا جبهة ذي ناعم بها مخزون بشري سوف يقاتل سوف يدافع سوف يكون داعم للجيش الوطني إن تحرك الجيش الوطني من جبهة قانية أو من جبهة الملاجم وبالتالي إذا تحرك الجيش الوطني من جبهة الملاجم أو جبهة قانية فإن أبناء مديرية ذي ناعم ومثلهم أبناء المديرية الأخرى سوف يشكلون عملية إرباك كبيرة للحوذيين وبالتالي ستكون ميليشيات الحوذي بين مطرقة الجيش الوطني من اتجاه جبهة قانية والملاجم وبين سندان المقاومة في مديرية ذي ناعم ولكن للأسف هذه كانت نقطة قوة بيد المقاومة الشعبية بيد الجيش الوطني ولكن الجيش الوطني وقيادة الجيش أهملوا هذه النقطة ولا أعرف يعني ما هي الأسباب التي جعلتهم يتخلون عن هذه النقطة التي تمثل أهمية بالقة وكبيرة جدا في العمليات العسكرية أحيانا عندما تكون هناك عمليات للجيش أن تحتاج إلى جيوب لتربك العدو إلى جيوب تهاجم العدو من أجل أن تحقق هدفك العسكري بأسرع وقت ممكن ولكن للأسف هذا ما لم يحدث فجبهة ديناعم هي جبهة تمثل سيادية المحافظة أولا وسيادة أيضا للشرعية والمقاومة في عموم محافظة الجمهورية نعم إذن اسمح لنا أستاذ عارف أن ينضم معنا الشيخ جار الله العمري وهو مدير عام مديرية ديناعم عبر الهاتف من البيضاء مساء الخير شيخ جار الله نعم إذن بديتا كيف هي أوضاع جبهة ديناعم ومعنويات أفراد المقاومة هناك أولا أنا أعييك الحقيقة بالكالسرين الحقيقة أنا أتكلم من المحافظة عدن أوضاع المقاومة في الحياة في كل عام معنوياتهم مرتفعه وقدموا وقلوا استرسلوا فيما واضحهم وقدموا شاهداء وقدموا جميع جميعهم 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 واحدهم نعم إذن ما هي برأيك أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط الجبهة وتقدم الحسين بعد صمو الدم أكثر من أربع سنوات المقاومة لا يجب عليهم دعم كامل ما يصلهم بخيرة حية تعالز دين جدا لا يجب عليهم أي سلاحة تقيلة لا يجب علي سلاحة تقيلة أبدا هم يجاتلون بأسلحتهم الشخصية يجاتلون أمام الدبابة يجاتلون أمام ندفع يجاتلون أمام سلاحة تقيل الخضلان يكتلون بشكل عام سقوط هذه المواقع بيد الحروفي هو ليس سقوط المقاومة المقاومة هي المقاومة يشغل والمقاومة قدمت الكثير الكثير وستقدم الكثير إن شاء الله إنما سقوط مع هذا المواقع يعتبر سقوط الشرعي بشكل عام ما الذي قدمته الشرعية الجيش الوطني التحالف ما الذي يمكن أن نتحدث عنه يقضي أربع شنوات ما الذي قدمه ما الذي قدمه سلاح تقيل هذا الحقيقة الذي لا يقدرنا من كده أبدا لا قدمه سلاح تقيل لا قدمه إن كان يستويه يعني المعركة المعركة هذه لها خمس أيام يدور خمس أيام ولا يكون هناك أي تدخل والمقاومة يقاتلوا سقطوا ستة الشهادة رحمه الله وعشرها وخمسة أيام وشتة أيام المعركة تدور ولا لن يكون هناك أي تدخل بالعكس لنها الشديد لنها الشديد نعم إذن هناك مني تسأل عن الدعم الذي قدمته الشرعية هل تم تقديم أي دعم من قبل الشرعية والتحالف لقبيلة آل عمر خاصة بعد جريمة إعدام مشايخ آل عمر ووالدك وأحد ضحايا تلك الجريمة رحمة الله عليه نعم رحمه الله مشايخ آل عمر هو أخوي وثنوات عمي واحد من أبناء القبيل رحمه الله كل ما لقيمة من دعم كلها وعود يعني لأسلام الصحة عندما حصلتها للجريمة التقيمة بالأخ الناير والتقيمة بالأخ راجل والأسفل بحثون بالدغر وكان هناك وعود وأثيانات يعني وفي تتم الدعم في تتم كذا وكذا بعد أن تطلب تقيمة بهم وطلبناهم متجام أن يصبحوا أن يصبحوا أن يصبحوا ما مستمو بهم دعم بشكل عام وكذا لأننا كانت الأسفل شديد يعني بينهم يعني الفندن ما يبرع الجمهور يقول لا يوجد دين أو لا أي شيء ثاني وبندغر فجنا به طلبنا هنا إذن يبث الحسيون شائعات عن انقسامات داخل قبيلة آل عمر وقبائل آل بيضاء عموما ما صحت مثل هذه الأخبار بشكل عام لا يبدأ أي انقسامات هذه شائعات بس آل عمر لا يجه انقسامات آل عمر بشكل عام تخط الواحد يدي واحد وقبيلة واحد هذا الكلام هي اساس ومصحة ماذا عن الأوضاع الإنسانية هناك أي مساعدات تأتيكم من قبل مركز الملك سلمان أو من أي مواد غذية تصلكم من أي منظمات أو أي من جهات حكومية أو غير حكومية في الحقيقة في سنة أربعة سنوات المركز كلها مركز الملك سلمان قدم ما يقارب ألف سلح نعم قبل سنتين نعم الكويت قدمت عبر الجمعية قدمت دفعه واحد فقط دفعه وراح تقريبا في حدود في أربعة سنوات هذا الذي وصلنا فقط نعم إذا لو تحدثنا عن أبرز احتياجاتكم اليوم في الجبهة لاستعادة المناطق التي سقطت في يد الحسين ماذا ستكون أحتياجات الجبهة بشكل عام الجبهة هي الآن حسب جمهوري تعتبر هي تبع الجيش وترقم وقت وقت اعتمد ولكن لا تفش شديد هم محتاجين جميع الأسلحة تقيلة لا يوجد الأسلحة تقيلة لا يوجد البيع هم وين تانية كل المائقات لا يوجد سلاح الشخصية قبل شكرا جزيلا لك الشيخ جهر الله العمري كنت معنا عبر الهاتف من عدا نعود إليك أستاذ عارف أستاذ عارف يعني لو توقفنا عند مسألة الشائعات التي يقوم الحثيون ببثها لأجل إرباك الصفوف بطبيعة الحال حول خلافات تقوم يعني واقع بين قبائل في البيضاء أود أن تحدثنا عن دور الإعلام أيضا لمجابهة مثل هذه الشائعات والتعزيز يعني معنويات الجيش أو المقاومة التي تقاوم هذا المد الحوثي الحوثي طبعا يمتلك آلة إعلامية ممولة من إيران وممولة من حزب الله في لبنان ويمتلك أيضا لوبي في بعض الدول القربية يدعمه في ذلك بينما نحن في الشرعية كما أسلفت لك نعاني الأمرين سواء في الجانب الإعلامي أو في الجانب العسكري لا أدري كيف ينظر القادة في وزارة الدفاع إلى محافظة البيضاء بالرغم أن هذه المحافظة الكبيرة العريقها بصماتها واضحة ودورها واضح ونضالها واضح ومواقفها مشهورة وبالتالي لن يتوقف أبناء محافظة البيضاء عند سقوط جبهة ويستسلم ولا أبناء مثلا أبناء مديري يذي ناعم على سبيل المثال موجودون الآن يقاتلون في محور كتاف في صعده كانوا موجودون أو موجودين يقاتلون في مريس يقاتلون أيضا في مأرب وصروا أبناء محافظة البيضاء سيظلون مع المقاومة أينما كانت المقاومة وسيظلون جنودا للجمهورية اليمنية أينما رفرف على من الجمهورية اليمنية سيقاتلون دفاعا عن الجمهورية اليمنية في صعده سيقاتلون في مأرب سيقاتلون في الجوف سيقاتلون في عدن وبالتالي لا يهمهم المكان بقدر ما يهمهم الاستمرار في المقاومة وبالتالي بالعودة إلى مجال الانقسامات في قبيلة أو في مديرية ذي ناعم لا يوجد هناك انقسامات الحوذي يحاول أن يسوق الوهم وأن يبرر للآخرين أن سقوط هذه المواقع كان نتيجة انقسامات في مديرية ذي ناعم ولكن الواقع القير ذلك إطلاقا كان سقوط هذه المواقع كما أسلفت في البداية هو عدم تكافؤ القوة العسكرية الموجودة على الأرض وأيضا الخضلان الذي يصيبه الأسف الشديد الذي نعم الذي لقته المقاومة نعم إذن لو حدثنا عن مناطق سيطرة المقاومة والجيش الوطني الآن وما الذي بيد الميليشيا ما هي المناطق طبعا الميليشيات الحوذية سيطرت على جبل حلموس وهذا هو جبل استراتيجي مهم يفصل أو يطل على مديريتين هما مديرية الزاهر ومديرية الذينعم وبالتالي السيطرة على هذا الجبل استطاع الحوذيون من خلاله أن يسيطروا على ثلاثة أو أربعة مواقع كانت بيد المقاومة طبعا المقاومة أنسحبت منها حفاظا على الأرواح لأن مواقعها مكشوفة من جبل حلموس وبالتالي الحوذيون الآن تقدموا باتجاه الناصفة في مديرية آل حميقان والآن تدور المعارك في هذه المنطقة في منطقة الناصفة وأنا أريد أن أوضح شيء مهم جدا وهو أن أبناء محافظة البيضاء من جميع القبائل سيقاتلون في الناصفة وسيقاتلون في هذه الأماكن التي يتوقدون فيها حاليا هم ليست لديهم كما يروج الحوذيون مسألة جنوب وشمال أو مسألة شرق وقرب هم لديهم مسألة عقيدة مقاومة وعقيدة يمن اتحادي يقاتلون في أي مكان وبالتالي أبناء محافظة البيضاء سيقاتلون دفاعا عن أي محافظة في الجمهورية هم قاتلوا في الماضي منذ أربع سنوات وهم يدافعون عن محافظة لحج ويدافعون عن محافظة أبيان ويدافعون عن محافظة شبوة ويدافعون عن محافظة مأرب ويدافعون عن أكثر من محافظة وبالتالي هم هم درع لهذه المحافظة فإذا خذلت محافظة البيضاء ومقاومة محافظة البيضاء من قبل قيادات الشرعية فبالتالي هذه المناطق استعرض لطعنة كبيرة من الحوذيين وهذا ما لا يرتضيه أي بيضان إطلاقا ولا يمكن نرضى به في محافظة البيضاء إلا على سيل ونهر من الدماء فالجمهورية بالنسبة لأبناء محافظة البيضاء مسألة عقيدة ومسألة حياة أو موت نعم إذا لو سألتك أخيرا أستاذ عارف تتحدث عن تقدمات لميليشيا الحوثي عن سيطرتهم لجبل حلموس عن مناطق واضحة تم السيطرة عليها وتم التقدم فيها رغم هناك حشود لميليشيا الحوثي متواصلة من صنعة ومن دمار إلى البيضاء هل يسمع على الأقل تحليق طيران التحالف محاولة قصر أي شيء من هذا القبيل أم أن الموضوع وكأنه خارج حدود الجمهورية الإيمانية قلت لك ما يدور في محافظة البيضاء منذ 1 يناير 2019 وحتى اليوم وكأنه شيء آخر خارج نطاق اليمن حتى من قبل الإعلام الرسمي الذي يتجاهل في وكالة سبا منذ 1 يناير وحتى اليوم كافة أخبار الجبهات في محافظة البيضاء محافظة البيضاء للأسف ودعينا نخرج عن الدبلوماسية وعن الحصافة فأمام دماء الشهداء وتضحيات الأبطال تضيع الدبلوماسية والعبارات المنمقة منذ بداية العام تعرضت جبهة الحازمية في مديرية الصومعها لطعنة كبيرة جداً وتم قصف نقاط للمقاومة وأماكن أسلحة للمقاومة وبعدها تم إعطاء الضوء الأخضر لا أدري كيف تم إعطاءه للحوذيين للتقدم إلى جبهة ذي ناعم ولولا أن الحوذيون يعرفون جيداً أنهم لن يقصفوا لما تحرقوا بجبهات أمام مرأة ومسمع العالم بأكمله من خلال كلامك هل يمكن أن نفهم أن هناك خيانة من الداخل أو يعني تواطئ من قبل التحالف هل يعقل ذلك لا بالنسبة للتحالف العربي دوره معنا في الجمهورية اليمنية يعني دور مشكور جداً هم أتوا لإنقاذ الشرعية لكن اللوم الأكبر اليوم يقف على قيادة الدولة أنا لا أخاطب التحالف العربي من يخاطب التحالف العربي هي وزارة الدفاع يا رئاسة الجمهورية أنا أخاطب الدولة التي أنتمي إليها والحكومة التي أؤمن بشرعيتها أنا أخاطب وزارة الدفاع أخاطب رئاسة الأركان وقبلهما أخاطب المؤسسة الرئاسة أين هي مما يدور في البيضاء؟ يعني لم نرى قائد عسكري يخرج يصرع ليقول لنا ماذا يدور لم نلقى تجاوب من أي قائد عسكري عما يدور في البيضاء وأنا أقول لك أنه مثلاً محافظة البيضاء وقائد محور البيضاء ناصر الخضر السوالي تعرض لمواقف محرجها الآن المقاومة كلها تنتقده بينما الرجل لا يمتلك شيء الرجل تحرك على أعلى المستويات خاطب أعلى المستويات بأن تعالوا أنقذوا مقاومة البيضاء مدوا أيديكم إلى البيضاء ولكن لم يجد استجابة جيدة لإنقاذ الموقف ولكن بالتالي أنا أقول لك رغم ما يدور وما دار أبناء البيضاء مصممون على الوقوف مع الشرعية ومصممون على إنهاء الانقلاب لأن المسألة كما أسلفت لك أولاً هي مسألة جمهورية وإمامة هي مسألة حق وباطل هي مسألة دولة يستضل الناس فيها بالأمن والأمان ومسألة ميليجيات لا تعرف إلا قتل الناس وجبايتهم وأخذ أموالهم نعم إذن شكراً جزيلاً لك عارف العمري مدير عام الإعلام بالبيضاء كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وينضم معنا الآن الأستاذ الخضر الزامكي قائد في المقاومة الجنوبية من عدن أيضاً عبر الهاتف مسألة خير أستاذ خضر مسألة خير لك أفتاجها أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك إذن أستاذ خضر نعم تفضل في البداية رحمة الأبوح الشهادة الذي نسفقده رحمة الله والأبطال المقاومين من أبناء دينا عبد والزاهر رحمة الله ما يدور الآن في الزاهر وفي أرض العميقان دينا عام هذا هو ما يحصل في 2014 في جغرات الجمهور العربية اليمنية الشمال ما حصل المخدران للأخر رئيس عبد الربع منصور ولا المقدشي والشداد عندما اكتاحوا الصنعة والمحافظة الشمالية وسخطت جميعها بـ 70 ساعة وتم مخدران رئيس وتم حاصر داخل البيت هناك فيه تآمر قوي أنا أقول هذا الحرف الواحد يعني التآمر هو يحصل هناك وهناك الذي يحصل أما يحصل اليوم في الزاهر وأما يحصل لأبناء حجور فهو تأديبهم على ما قاموا عليه ضد الأشياء العزية في الهروب السكافغة وعندما أدن تخط جفت الزاهر ولهذا الآن يقوم تأديبهم وهنا أقول لأبناء حجور ورش في تقريبهم فقامت لك رئيس عبد الربع منصور الأخ عبد الربع منصور هو كان رئيس وينفلك القوات المسلحة والأمن لقد تم التخضنانة في 2014 في جميع الصرف القوات المسلحة العسكرية والأمنية والمجسات التشريعية والتنفيذية تقضت السلطة ومن يجاوض إلى صعده ليعطي الولاي عبد الملك الحوثي أما مجلس النواب لأخذ الأشياء فعلا العفل يتورد في التغرير مجلس النواب هو قيادته وعلى سبعنا بعضيب الحافل الواحد أنا لن أكون عندما مرماشي أخر إسم مجلس النواب السلطان بركاني هو عبد العقاب من يعطي تعليمات بحرات ثورة تعيش والجمالي هو عبد المحافظ إلى عبد المحافظة طالب منهم أن يشبهوا لمرور الحوثاء أن يدخلوا إلى شبه ونحظ الموت هي هذه القياس لماذا ينغلقوا فسرها نعم أستاذ خضر أود أيضا أن أعرف من قوات الحوثي الآن تطرق أبواب المحافظات الجنوبية من جديد من جهة يافع والضالع والصبيحة كيف تنظرون لهذا التقدم الحوثي يا نسبة للجنوب لا أخوف عليه لا أخوف على الضالع ولا أخوف لا أخوف على الضالع ولا أخوف على يافع أبناء الضالع وأبناء يافع أبناء البغاضة الجنوبية والجيش الوطني الجنوبي خوضوا وجود في المرساد وأدلي معك الحوثاء إلى عدن ودخلوا عندما تم خضان الصبيحي الأخذية الدفاع نحمد الصبيحي وإنس الله أفراج كربو أفراج من سجنة عندما تم في العرض وتم تلبيعانه من ما يسمى الجيش الوطني والملكاء الأغلبية من جغرافيا الكبورية العربية اليمنية صمد أبناء الجنوب وصمدنا الضغاية من الشقية وأخرجناهم وبرغنا ألفهم في التراث وأبناء يافع وأبناء الضالع الحمد لله عنكم من الأمكانية ما يتبعبها وأنا أطمنك وأطمن كل من في الشمال يعتقد أنه يستطيع الجنوب لغوله وخساته والله لنستطيع الجنوب وأن الجنوب الشيء من كله إلى صعوب الجنوب أبناء الضالع وأبناء يافع نعم أفهم من كلامك سيد خضر أن المقاومة الجنوبية قادرة اليوم على صد وكسر ميليشيا الحوسية التي تحاول التوجه نحو الجنوب نعم نعم أقدر الحمد لله أصبحت المقاومة الجنوبية عندها بالأمكانية عندها بالأمكانية ما يبكرها للدفاع على أرض الجنوب كامل وعلى مساعدة أخوان الشماليين الصادقين الذي لا يقاتلوا للحواذة الأمامين في روتين إذا وجدت المصباقية وأما أنا أعطيك والله العظيم أن يصل بالأمكان أول برصحي العميد الصدر الجنوب أولا الذي جميل في البقاوة البيضاء والله أنا يقول لي أنهم يذهبوا إلى مأرب إلى المنطقة وأنهم أعطوهم ألفين طرقة فالمشكلة البترون الذي يذهبنا إلى مأرب ألفين طرقة أعطوها الأبناء الأجار وأبناء أبناء أعطوها الأغرقان يغاتلوا ألف وخبسمية يوم حقيقة وأراضيات ألان كفتهم وشارك معهم فيها يعني هلأ تم خذلان كثير كما تم خذلان كثير وأما الخذلان أصيبت المقاومة أيضا في الضالع بالخذلان سيادة العميد ألا تخشون أيضا من خذلان متكرر للمحاول الحوثي التقدم يعني السؤال طالما هناك قدرة لما تنتظرون حتى يتم الهجوم عليكم يعني لما لا تشاركون في صد هذا الهجوم وإبعاده من جبهات مريس والحمق والعود وذي ناعم أيضا يا أخص أشياء اللي حضر الضالع اللي حضر الضالع الضالع تم تلبيع من قبلهم وعندما تم تسليم أنه على هذه العودة الضالع يعني تم التأمر عليهم من قبل الأركان ومن قبل غاية كتيبة وعراك وجدوا الحاضرة في بعض المنطق الشباني إلى الأسف والمغول عن الخرام وجدوا الحاضرة لكن في الجنوب ننجدوا الحاضرة ولا نجدوا يعويهم ولا ننجدوا حتى من تبتل في أوجاهم ننجدوا أن النار والمحرقة ولا أكد ركعة أفتاشية والجميع يعلم أن الضالع سامدة وسط 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 وينتقى الأبناء الجنوب كافة إليها للدفاح نار وهرب سألاء الجار سالح لأبناء من أعياب أخوان ناف يافع سواء الجنوب أو مقاومة أو حساب أمني عليهم ضلقوف أنا جانب أخوان أهل عميغان لفتتهم عن المنطقة على هذا المناطق لا يعيزوا بيافسات هؤلاء أي رجال ودافعهم وتعتبر حج لكم تعليقهم عن خادهم لبوظهم من المجنوبة فلا تركر العالم حسن ولا تركر لا يجير ارتفاع هؤلاء يتخبرون الرئيس الذي يعطانهم المناطق ولا يتعاورون سواء البجنة الرواب أو حقومة يا أخواتي قبل الثوار ضاع الثوار لماذا لا يستخدم عليكم العمام لماذا اليوم ماذا يحصل في تعج اليوم ماذا يحصل في تعج لأبناء تعج رديمة الذين وقفوا والذين عطوا وهازلوا الحوثيين وسلمهم اليوم هؤلاء يضربوا الأبطال نعم شكرا جزيلا لك سيدة العميدة الخضر الزامك قاد في المقاومة الجنوبية كنت معنا عبر الهاتف من عدن عودة إذن إلى استكمال هذه الحلقة مع الضيفين الذي انضم معنا عبر الأقمار الاصطناعي رستد فؤاد مسعد المحلل السياسي من عدن أيضا مساء الخير رستد فؤاد مرحبا ومساء الخير لك والسادة المشاهدين أهلا بك إذن بداية ما هو تحليلك لما يحدث رستد فؤاد يعني ما الذي جرى الجبهة الشرعية بعد سقوط حجور تتصاقى اتباعا من مريس إلى العود إلى الحمك إلى ذي نعم في الحقيقة يعني أن ما حدث في هذه الجبهات يعني ربما يعني بات أكثر وضوحا يعني لم يعد بحاجة إلى كثير من الجهد في تتبعه وفي قراءته واضح أن الحوثيين بعدما أبرموا اتفاق ميناء ومدينة الحديدة تفرغوا للجبهات استفردوا يعني بهذه الجبهات التي ظلت الحكومة الشرعية تنظر لها يعني باعتبارها جبهات ثانوية الحوثيون أولا صبوا كل جهودهم البشرية والمادية والإعلامية في حجور وبعدها في مريس والعود والجبهتين هذه يعني أقصد مريس والعود هما يعني يشكلان خطا واحدا متوازيا الهزيمة أو الضعف في أحدهما تعني إرهاق وإضعاف الآخر الحوثيون يعني استفادوا من حالة التراخي التي أصابت أداء الحكومة والجيش الوطني سواء فيما يتعلق يعني بأداء الجبهات التي يبدو أنها ركدت استفادت أيضا من حالة الخلافات والصراعات التي أصابت كثير من المناطق والجبهات التي يفترض أنها جبهات محررة وكان يبدو وكان يعني على الحكومة أن تظهرها بمظهر آخر بأن تكون أكثر تماسكا وهذه للأسف لم تتحقق هذه الثغرات استفادت منها ميليشيات الحوثي في اختراق يعني عدد من الجبهات وتحقيق انتصارات متتالية نعم إذن الجبهات التي سقطت عادة ظلت صامدة حوالي أربع سنوات يعني من يتحمل سقوطها بهذه السهولة خلال أيام يعني على الأقل ربما حجور قاومت فترة طويلة ولكن عمليا المقاومة تكون وحيدة تماما من أي دعم سواء في حجور أو في هذه المناطق التي تسقط وكأنها تقاتل في منطقة غير اليمن لا شك أنه يعني الوضع يختلف بين حجور من جهة وبين موريس والعود من جهة ثانية حجور كانت في منطقة شبه مغلقة وشبه معزولة وربما يعني أنه لا توجد لها عمق يمكن أن يشكل قاعدة للإمداد الوضع في موريس وفي العود مختلف جدا فخلفية المنطقتين أو الجبهتين مناطق محررة حتى عدن وبالتالي الوضع في هذا المقارنة تبدو مختلاء لكن لا نستطيع الجزم أن هناك فيما يتعلق بدم عفوا أستاذ واد حتى أوضح لك أنا لم أقارن لم أقارن ولكن أنا أتساءل امتدت مقاومة حجور دون أن يسأل عنها أحد في هذه المناطق التي تمت فيها المواجهات يعني أن يتم السيطرة على جبل حلموس بكل أهمية هي السراتيجية وإطلالتها على بعض المناطق ولكن أيضا دون أي دعم أنا أتساءل عن يعني إن عدم المسؤولية إن صحي القول أمام هذه الجبهات التي تقاتل منفردة بالتأكيد والجميع يتفقون على أنه هناك خذلان واضح ضعف في أداء الحكومة إن عكس أثره على أداء الجبهات هذه الجبهات الثلاث العود موريس الحميقان هذه جبهات تقاتل منذ العام 2015 يعني تقاتل وظلت تواجه إجرام وانتهاكات وهجمات ميليشيات الحوثي وقوات صالح يعني هي واجهت الحوثيين وهم كانوا دولة والغريب أنها اليوم تتراجع هذه الجبهات بعدما تحولت موازين القوة وبعدما صارت هذه الجبهات تتبع ما يفترض أنها حكومة وأنه هناك جيش وطني وتحالف عربي في المقابل اختل هذا التوازن على ميليشيات الحوثي وصارت ميليشيات يعني معزولة ومجرمة محليا ودوليا هذا هو الذي يعني يثير التساؤل ويجعل التساؤل أكثر الحاحا خاصة أنه كانت هذه الجبهات حققت تقدم إذا ما نظرنا إلى جبهة موريس وصلت إلى أجزاء من مدينة دامت في نوفمبر الماضي جبهة حمكة العودة التي تراجعت في الأسبوع الأخير كانت حققت قبل أكثر من 20 يوم تقدم وصل إلى الشرق محافظة إب وكان هناك تهديد على مناطق شرق وأعلى المدينة إب نفسها بالسيطرة يعني كان هناك مخاوف لدى الحوثيين من إمكانية السيطرة على مرتفعات وجبال الشعر وبعدان وبالتالي هذا التراجع الذي حصل واضح أن هناك خذلان لم يكن هناك إسناد يعني مناسب وموازي لحجم التدفق والطوفان البشري الذي عززت به من الشيئة الحوثي إلى هذه الجبهات دفعت بالكثير من مقاتلها سواء المقاتلين المدربين أو من كانت تأخذهم مجندين وأغلبهم أطفال بالنظر إلى الجثثة التي يتم يعني التعرف على بعضها بعضهم من الأطفال ومن أطفال المدارس ومن الذين يأخذونهم بالقوة وبالتالي فإن هذه القوة البشري التي دفع بها الحوثيون إلى المحرقة لم يكن هناك قوة توازيها من الناحية يعني من حيث السلاح اللازم والسلاح الذي يعني يكون قادر على التصدي لها أما من ناحية العداد فهناك عداد من المقاتلين وهي على استعداد أن تقاتل حتى آخر من أبناء المناطق نفسها أبناء مناطق دمت ومناطق مريس وكذلك مناطق العود وكذلك الحال في محافظة البيضة الذي كان ينقصها ولا يزال ينقصها هو السلاح الثقيل وحل تقدم يعني أو حصل على هذا الدعم فإنهم قادرين على تغيير المعركة نعم هناك من يتحدث أستاذ فؤاد عن التمهيد لسيناريو باتفاق ما يقضي بسيطرة الحوثين على مناطق ما قبل تسعين أو الحدود الشطرية ويبقى المناطق الجنوبية تحت سيطرة الانتقالية وأن ما يحدث الآن من سقوط لكثير من الجبهات دون أي دعم حقيقي هو ترجم لهذا الاتفاق ما رأيك؟ اعتقادي أنه لا يوجد اتفاق من هذا النوع لأنه لا يمكن لعاقل أن يثق بهذا النوع الهش من الاتفاقات حتى ومن افترضنا أنه سيمثل الجنوبيين لا يمكن أن يقبل بأن يتم تصفية أو تمهيد الطريق لطرف هو خاص وطرف هذا وهو الحوثيون لا يمكن الوثوق بأي اتفاقيات معهم لأنهم الحوثيون أنفسهم هم الذين سربوا في العام 2014 أنهم لا يشكلون أي خطر على جميع اليمنيين باستثناء أنهم يريدون إسقاط الجرعة فقط نتذكر هذا في سبتمبر 2014 لكن ما الذي تم بعدها بالتالي هذه الخدع يسربها اعلام الحوثي إما لدفع لإيجاد نوع من رفع الروح المعنوية لمقاتله وإثبات أنهم يمثلون اليمن أو على الأقل يمثلون المحافظات الشمالية وإرباك الجبهات التي تقاتلهم وهي في مناطق لا زالت تتبع المحافظات الشمالية لأن الذي يقاتلهم حتى الآن لا زالوا في مناطق شمالية سواء في شمال الضالع أو في البيضاء وبالتالي هذه المزاعم والشائعات مصدرها مطابخ الحوثي التي تريد أن تستفيد من هذه الدعاوة بتقديم نفسها كما لو كانت موثل للمحافظات الشمالية وأنها الند والمواجه لممثلي المحافظات الجنوبية وهذا وهم كبير نعم إذن الخميس الماضي انتهت المواجهات بسيطرة ميليشيا الحوثي على جميع مناطق جبهة العود في مشهد صادم للمتابعين ولأبناء المنطقة بداية ما هي الأهمية الاستراتيجية لجبال العود الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوات الحكومية والجيش الوطني كانت تتمثل في أنها كما ذكرنا في وقت سابق أنها تمثل مقدمة لتحرير محافظة إب على اعتبار أنها في حال تقدمت في العود ستليها إلى مديريتي السدة والنادرة الشرقا والسبرة غربا وبالتالي فهذا يشكل تهديد للميليشيات في محافظة إب التي تشكل لهم حاليا يعني مرتع يعبثوا به ويرتكبون فيها الكثير من الانتهاكات ويستفيدون من هذه المساحة الواسعة التي تشكل خاصرة اليمن بالنظر لأن إب تقع بين تعز التي لا يزالون يطمحون بالسيطرة عليها بشكل كلي بالاستفادة من حالة الصراع والانشقاقات في تعز أيضا تجاور محافظة البيضة من ناحية ثانية وهذا يشكل ضرب للمقاومة للجيش الوطني لكن كان يمكن أن تستفيد القوات الحكومية أنها إن لم تعمل على تحرير أو استكمال تحرير إب فإنها تشكل تهديد لهذه الميليشيات في هذا المكان المهم هذه أهمية بالإضافة إلى نقاط أخرى في الأهمية هو أنه تأمين لمحافظة الضالع بدرجة رئيسية أيضا تأمين لمناطق شرق تعز أيضا تأمين لمناطق الجبهات المشتعلة بين تعز واللحج وبالتالي الحوثيون أدركوا هذا منذ وقت المبكر وعملوا في الضد من هذه الاستراتيجية لتهديد بدل ما كان التهديد يطال محافظة إب والحوثيين فيها صار التهديد يشكل التهديد للحكومة ومدينة ومحافظة الضالع بشكل رئيسي نعم إذن ختاما يعني أستاذ فؤاد ما هو تعليقك في دقيقة لو سمعت على استقالة قائد شرطة البيضاء الذي استقال بسبب خذلان الشرعية والتحالف قلة الدعم ومثله يعاني قادة الجبهات هو تصرف ربما يبرر بطريقته وإن كان على الحكومة من دورفو ويجب أن تكون حاضرة في هذه الملفات الشائكة لأنه تساقط المواقع من أيدي القوات الحكومية والسيطرة عليها لصالح الميليشيات لا يختم الحكومة يضعف الحكومة سواء في مواجهتها مع الميليشيات الإنقلابية أو حتى في أدائها في المناطق المحررة وباعتقد أن الحكومة تراجع أدائها في هذه المناطق لأن سقوط المواقع لا يخدم إلا ميليشيات الحوثي التي تتوسع أكثر وتقدم نفسها يعني كسلطة أمر واقع على مساحة أوسع نعم إذن شكرا جزيلا لك فؤاد مسعد المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن أشك لكم مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم إلا نلتقيكم في مسان من جديد كنوا برعاة الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر